بهم طبيعة الشعب الفلسطيني ربما يكون الموقف المصري من الهجوم البري الصهيوني المحتمل على مدينة رفح الفلسطينية أكثر تأثيرا من الموقف الأمريكي وأي موقف دولي آخر رأي يؤكده كثير من المراقبين لتطورات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي تدور رحاها منذ ما يقارب الخمسة أشهر غير أن ثم تغموض بشأن الموقف المصري في هذا الصدد فبينما تحذر الخارجية المصرية من عواقب وخيمة إذا أقدم الاحتلال على اجتياح رفح بريا تؤكد وسائل إعلام صهيونية أن مصر لا تعارض العملية العسكرية المحتملة في رفح وأنها فقط ترفض تهجير الفلسطينيين قسرا إلى أراضيها وهو موقف سبق أن صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفيت المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجاد الإسلامي وغيره في القطاع ثم بعد كده تبقى ترجحهم إذا شاءت بحسب مراقبين تأتي زيارة بريت ماكورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى القاهرة وتل أبيب في سياق التمهيد للهجوم البري على رفح لسيما أن واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي مجدداً ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة ما يعني دعماً أمريكياً للخطط الصهيونية بشأن رفح وإن زعمت واشنطن غير ذلك وبينما يتصاعد الجدل بين مؤيد ومعارض للموقف المصري تكشف تقارير لعدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية عن قيام السلطات المصرية بإنشاء منطقة عازلة قرب الحدود مع قطاع غزة مؤكدة أنها تعد لاستقبال الفلسطينيين الفارين من رفح في حال بدأ الاجتياح البري لها تقارير نفت مصر صحتها وأوضحت أن تلك المنطقة تعد لتكون مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية لغزة إلا أن ذلك بدأ للبعض أمراً غير مقنع فمن غير المنطقي بناء مركز تتكدس فيه المساعدات بينما الناس على بعد أمتار منها يموتون جوعاً وبحسب كثير من الفلسطينيين فإن الموقف المصري هو المعول عليه بالأساس لوقف اجتياح رفح برياً إذا أعلنت مصر رفضها للعملية ذاتها وليس فقط لتهجير الفلسطينيين قسرياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر